الحمد لله رب العالمين البر الرحيم يحب عباده المتسامحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وتركنا صلوات ربي وسلامه عليه على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا القائل في كتابه ومن أخلاق الفاضلة التي رغبت فيها شريعة الإسلام فما حقيقة التسامح يا أحباب رسول الله إن التسامح حقيقته هو حب الخير للناس وأن تعاملهم بالعفو والصفح نعم يا أحباب رسول الله فالله تبارك وتعالى أوصل بيه قائلاً في كتابه العزيز فاصفح الصفح الجميل أتدرون ما الصفح الجميل يا أحباب رسول الله الصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه ولا مؤاخذة فيه ولكن أن يعقو الإنسان أصفح وأن يكون متسامحاً ويعامل من حوله بهذه الأخلاق الطيبة وأول شيء يكون فيه التسامح أن يكون من بيتك أن تبدأه من البيت في معاملتك لزوجتك فهي نصفك الآخر على الأرض ومسامحتها فرد نعم يا أحباب رسول الله فإذا ما رآك أولادك تعامل ربة البيت بتسامح وعفو نشأ في بيت فاضل على يد مرب فاضل علمهم التسامح منذ نعومة أظافرهم وهنا يا أحباب رسول الله إن شب الأولاد على ذلك كانوا متسامحين حينما يشتد عودهم ويكونون مسؤولون عن غسرة وأولاد فهم تعلموا التسامح منذ نعومة أظافرهم وشب على ذلك فيتعلمون هذا ويطبقونه حينما يكون الرجل منهم مسؤولا أيضا عن غسرة نعم يا أحباب رسول الله فالتسامح يبدأ من البيت يبدأ في الأسرة حتى يتعلمه الأولاد ثم بعد ذلك ينتشر هذا التسامح منطلقا من الأسرة إلى المجتمع جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتحب الجنة؟ قال نعم قال نعم قال إذن فأحب لأخيك ما تحب لنفسك وهذا مدأ يا أحباب رسول الله إذا أحببت الجنة فلابد أن تكون متسامحة وأن تحب الخير للناس جميعا وهنا نقف وقفة مع سيدنا رسول الله حينما أرشدنا قائلا وعلمنا التسامح في كل معاملاتنا فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا شار سمحا إذا اقتضى فهذه دعوة بركة من سيدنا رسول الله يبشر فيها برحمة الله تبارك وتعالى لعبد كان خلقه التسامح في معاملاته جميعا إذا باع سمحا وإذا اشترى سمحا وإذا اقتضى سمحا فكأنه يعيش في تسامح مستمع كأن حياته بنيت على التسامح هذا مرحوم من الله تبارك وتعالى انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمح يسمح لك ما معنى اسمح يسمح لك أي عامل الخلق الذين هم عيال الله تبارك وتعالى عاملهم بالمسامحة يعاملك هو بالمسامحة إن عملت الخلق بالمسامحة عاملك الخالق سبحانه وتعالى بالمسامحة لذلك إن يكون التسامح في قلبك فالله تبارك وتعالى يكتب لك هذا في السماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعصى عليه قومه شكاه إلى الله والقرآن يحدثنا عن ذلك حينما حدث النبي وخاطب ربه يحدثنا القرآن على لسان رسول الله رب هؤلاء قوم لا يؤمنون رب هؤلاء قوم لا يؤمنون أي قابلوا دعوتك التي حملتني إياه دعوة التوحيد هذه قابلوها بالكفر والإنكار وقابلوها بالجحود والعصيان فشكى لربه سبحانه رب هؤلاء قوم لا يؤمنون فخاطبه ربه بقولي تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم عاملهم بالصفح وقل سلام واجعل هذا دعبك دائما واجعل هذا شعارك دائما واجعل الرحمة دائما هي التي تسود كل الأخلاق فخاطبه القائد فبما رحمة من الله إن IKEA فالس OSU واجعلهم فأشهر واجعلهم كذلك قمz إذن التسامح يا أحباب رسول الله من الأخلاق التي أمرنا الله تبارك وتعالى به فأن تعامل الناس بالرفق وبالليل هذا مطلب شرعي هذا مطلب شرعي يا أحباب رسول الله كن هيناً كن ليناً عامل الناس بطيب الأخلاق كن متسامحاً معهم واعفوا عنهم يستريح قلبه وتهدأ نفسه وتكن عند الله مقبولاً وتكن لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن في ظمرة شفاعة يوماً قياماً يا أحباب رسول الله إن معاملتك للناس بالتسامح ما هو إلا تكريب له والقرآن يقول وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فَمُعَامَلَتُكَ الْنَاسِ بِسَمَاحَةٍ إنما هو امتثار لقولي تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَلِي آدَمَ لأن الخلق جميعاً إنما خُلِقُوا من أبٍ واحدٍ ومن أمٍ واحدٍ لذلك علَّمنا بإسلام أن نتعامل حتى مع غير المسلمين بالسماحة وأن نعاملهم بالسطح لأنهم إخوةٌ في الإنسانية نعم يا أحباب رسول الله إخوةٌ في الإنسانية فالناس جميعاً لآدم وآدم من ترام ولا يجرمنك شنآن قوم اعتدوا أن تعامل من بني جنسهم أن تعاملهم بغير التسامح لأن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى فَيَا أَحْبَابَ رَسُولُ اللَّهِ حَرِئٌ بِنَا أن نقتدي بمنهج سيدنا رسول الله وأنكم متسامحين دائماً فهذا يجعل انظروا إلى قولي تعالى فاصفح الصفحة الجميلة واعفوا عنهم هذه كلها آيات تأمر رسول الله أن يصفى عن هؤلاء المخالفين في العقيدة وهؤلاء المخالفين في الملة والدين نعم يا أحباب رسول الله والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب فلو أساء إليك إنسان وعفوت عنه فأنت قادر أن تأخذه بذنبه فإن عفوت عنه فقد تركت العقوبة ويأتي الصفق بعد العقوب فيزيل أثر الذنب والإساءة يزيل أثر ذنبه وإساءته من قلبك تماماً لذلك أعفو واصفح كما أمرنا القرآن تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا وكلام رب العالمين وهذه سنة سيد المرسلين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتسامحين وأن وفقنا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة من أمرنا بطاعته امتثالاً لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم استغفروا ربكم إنه كان أخاراً الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وخدوتنا محمداً عبد الله ورسوله عنا ذات إن التسامح حقيمة عظيمة تؤلف بين الناس وتقرب أيضاً بين الشعوب فيتعارف ويتآلف وهي والتسامح يحقق العلا من خلق الخلق جميعاً فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلاً لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوة في القلوب يا أحباب رسول الله أنت مطالب أن تتعامل مع الناس جميعاً بالتسامح والعفو فهذا يؤذي إلى التعارف والتآلف يا أحباب رسول الله والتسامح يغلس المحبة في النفوس ويحول الخصومة إلى مودة وأيضاً يحول العداوة إلى محبة نعم إن قابلت الإساءة بالإحسان كانت النتيجة عظيمة وإن قابلت الإساءة بالإساءة كانت النتيجة غير مددية ومرضية وهذا مخالف لمنهج القرآن فالقرآن يقول لا تستوي الحسنته ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسنها فتكون النتيجة فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميل كأنه ولي له وصديق الله يدافع عنك إن قابلت إساءته بالإحسان فهذه النفس البشرية يا أحباب رسول الله وإن دولة الإمارات العربية المنحة حاضرة حاضنة لقيم التسامح والتعددية الثقافية وأنشأت وزارة تسمى وزارة التسامح هذا لتعزيز ثقافة التسامح بين الناس يا أحباب رسول الله ليكن ذلك على مر الأجيال فيتوارث الأجيال جيلا بعد جيل أخلاق المتسامحون وأخلاق المتصافحين وأخلاق الذين يعفون عن الناس يا أحباب رسول الله ما أجمل أن يجد الإنسان في نفسه سماحة لجميع الخلق فلا يؤخذهم بما يقترفون ولا يؤخذهم بما يسيرون فالله تبارك وتعالى مطلع على خلقي جميعا فيغفر للمتسامحين ويعفو عن الذين يعفون عن الناس ويعفو عن المتصافحين ويؤخذ قلوبا انتلأت غيظا وحقدا وحنقا على الخلق فيا أحباب رسول الله اجعلوا شعاركم التسامح وطبقوه في ويوتكم لتتوارثوا الأجيال جيلا بعد جيل اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تصلي وتسلم على سيد الحيامين والآخرين ورد اللهم عن الخلفاء الرشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي ومن تبعهم بإحساننا إلى يوم الدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي أصبت أمرنا وأصلحنا دنيانا التي فيها معاتنا وآخرتنا التي إليها معاتنا اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه زد قلوبنا ومأنينة وسعادة يا رب العالمين ورحمنا بقلوب مطمئنة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تسبل علينا أمن وأمانا وسلما وإسلاما اللهم وادم على دورة الإمارات عزها وأمنها ورخاءها وسائر بلدان المسلمين اللهم وفق لي أمر البلاد الأسرة الإسلام وعزة المسلمين وانصروا بنصرك وعيدوا بتأييدك رب العالمين وإخوانا وحكام الإمارات أجمعين ونهيبه وليا على دين أمين ودعا ذلك لولاة أغور المسلمين في كل مكان وجودك ومنك يا حنان ويا منان اشف مرضانا وارحم موتانا واهدي من أذانا ولا تخيئ رجاءنا واختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم تغمّد الوارد الشيخ زيد برحمتك وأخي الشيخ مكتوب برحمتك وإخوانهم أشوف الإمارات الذين انتقلوا إلى لحابك رب العالمين ورحمنا جميعا إذا صلنا إلى مصار الليل اللهم ورحم شهداء الوطن الأبرار أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازم بالإحسان إحسانا والسيئات عفواً وغفرانا اللهم وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوانا وألحقنا بهم شهداء يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاءة القربة ويمعى عن فعشاه والموكل والبقية يعادكم لعلّكم التذكرون واذكروا الله يخبركم واشكرواه على نعم يزيد الواقع والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قالا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فأدى وجدك غائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رحيم إياك نعبد وإياك نستعيد لدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الهضوب عليهم ولا الضالين أمين ألم نشرح لك صادرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصبا وإلى ربك فأرغب الله أكبر سمع الله لمن الحميدة الله أكبر 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 اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله